يهلا والله بالجميع معاكم الوجيه واليوم راح نتكلم عن مسلسل دارك بشكل عام وعن الموسمة الثالث بشكل خاص في فيديو في القناة تكلمت عن المسلسل بدون حرق لو لسه باقي محتار هل تتابع المسلسل او لا رح شوف الفيديو راح يعطيك انطباع كويس وبعدها يمكن تقرر هل يناسبك او لا وبشكل عام اذا ما تابعت المسلسل للحين او ما تابعت الموسمة الثالث الى الحين احب اقول لك افقع وقفل الفيديو لانه راح نحرق عليك فقفل الفيديو شوفك على خير حط لايك اما بالنسبة للبقية خلونا نبدأ افتكر زمان لما كنت امام خيارين في الثانوية اما اتخصص علوم شرعية او علوم طبيعية اخترت علوم شرعية لاني ما احب المواد العلمية ومخي يتقفل لما احاول افهمها وبعد فترة من العمر حسيت بالندى وحسيت اني خنقت نفسي في تخصص ضيق ما في خيارات كثيرة ولكن بعد ما شفت مسلسل دارك اكتشفت ان اختياري كان في محله البداية هي النهاية والنهاية هي البداية العبارة هذه ربما تكون اكثر عبارة تكررت على مسامعنا فيها المسلسل فهمها من فهم وجهلها من جهل البداية هي النهاية والنهاية هي البداية الموت نهاية لحياة ولكن بداية جديدة لنفس الحياة سلسلة مستمرة لا نهائية من الحياة والموت داخل عالم مليء بالتعاسى والوحشية والظلم والقهر والخيانات عالم مسلسلنا عالم دارك طيب يا جماعة الآن مع الموسم الثالث صار عندنا معلومة جديدة وهي اللي ذكرتها مارثا الجديدة أو مارثا المسافرة في نهاية الموسم الثاني وهي أنه مو بس فيه أكثر من زمن بل فيه أكثر من عالم أو بالتحديد فيه عالمين العالم الأول عالم يونس المسافر اللي كان يحب فيه مارثا العالم الثاني عالم مارثا ولكن يونس ما له فيه أي وجود أصلا لأن ميكيل في هذاك العالم ما سافر عبر الزمن من الأساس ولا حصلت القليتشات ولا خبط هذه كلها ولكن هل عدم وجود يونس حل المشكلة مثل ما كان يعتقد يونس أو آدم هل عدم وجود علاقة بين يونس ومارثا كان سبب في إيقاف نهاية العالم لا وجود يونس من عدمه مجرد نقطة بسيطة في محيط كبير وجود يونس من عدمه فقط راح يخلق واقع جديد وخط زمني مختلف بنهاية وحدة حتمية اللي هي نهاية العالم الآن صار عندنا صراعين آدم اللي هو النسخة المسنة من يونس ويحاول بدوره إنهاء الحلقة الزمنية المستمرة هذه ويشوف إنه إذا أنهاها هو كذا راح يروح الجنة ولكن مش الجنة اللي نعرفها أو سمعنا فيها الجنة بنظره هي الموت والتجرد من كل المشاعر والألم والمعاناة اللي تمر فيها شخصيات المسلسل في كلا العالمين أما بالنسبة لإيفا أو حواء أو مارثا المسنة فعلى العكس تماما هي تحاول إنها تحافظ على استمرار الحلقة هذه للأبد وكجزء من استمرار العالمين آدم يقتل مارثا الصغيرة قدام يونس الصغير في نهاية الموسم الثاني وإيفا ترسل نسختها الصغيرة مارثا المسافرة من العالم الثاني عشان تاخذ يونس لغرض إنها تخرب فكرة آدم في إنها العالمين صداعا وشوفوا عشان لا يكثر الكلام ويطول الشرح أي خطوة سويها إيفا أو أي خطوة يسويها آدم عمرها ما راح توقف هذه الحلقة نهائيا مهما عمله مهما حصل راح تستمر الحلقة بإعادة نفسها لأن هذا الشيء حتمي إلا لو حصل تدخل من شخص فاهم فعلا كيف يوقف الحلقة هذه والشخص الوحيد اللي اكتشف الحل هي كلوديا وهي الطرفة الثالث من هذا الصراع واللي اكتشفت الأصل والحل الوحيد لهذه المعادلة المعقدة وراح نتطرق لتفاصيلها بعد شوي إيفا تستمر في مواصلة ترتيب كل شيء في مكانه وكل شخص توديه للمكان اللي المفروض يكون فيه بل إنها ترسل الشخص المجهول صاحب الثلاث نسخ اللي عنده ندبة أو جرح في فمه لأزمنة مختلفة ما بين العالمين وتقتل ناس وتضحب ناس وتوجه ناس بس علشان تضمن استمرارية الحلقة وبالمناسبة الشخص المجهول أبو الثلاث نسخ هو ابن مارثا ويونس في حال انك ما كنت عارف يعني أما ما كنت عارف هوش علوم شرعية وحش علوم شرعية المهم ليش إيفا جالسة تسوي هذا كله انتقاما من آدم لأنه آدم في نهاية خطته اللي كان يتوقع إنها بتكون النهاية كان يبغى يقتلها هي وطفلها وينهي العالمين بأي شكل من الأشكال من الجانب الثاني آدم نفس الشيء يجلس يعيد ترتيب الأمور ويرسل كل شخص لمكانه الصحيح يقتل يغير اتجاهات يحرك هذا مكان هذا وهذاك مكان هذاك وهذيك مكان هذيك إلين يوصل عند النقطة اللي يتوقع إنها بتنهي كل شيء النقطة اللي تكلمنا عنها قبل شوي النقطة اللي راح تنهي كل شيء برأيه وتنهي هذه العالمين للأبد هي إنه يقتل مارثة والطفل الصغير اللي داخلها وكان توقعه وتحليله للموضوع إنه الطفل هذا هو الأصل وهو الحل لإنهاء العالمين الطفل هذا أمه مارثة من العالم الثاني وأبوه يونس من العالم الأول وإذا قدر آدم يقتله راح ينهي الحلقة الزمنية أو الخطأ اللي في المصفوفة لأن هذا الطفل ينتمي للعالمين وهو اللي مسبب الفوضى والحوار ده كله ولكن للأسف يكتشف آدم إنه هو برضو غلطان وجالس يساهم في استمرار الحلقة لا أكثر ونرجع لما قولت البداية هي النهاية والنهاية هي البداية ببساطة الموضوع يعني كان واضح من البداية بس ما فهمنا أحنا كلوديا تظهر له فجأة وتعلم أنها اكتشفت الحل وعرفت إيش هو الأصل والعلمة كون كلوديا همها الوحيد أنه بنتها ما تستمر في الحياة مرارا وتكرارا وتعاني من مرضى السرطان همها إنها تنهي هذول العالمين عن بكرة أبيهم وتوفر لبنتها حياة طبيعية في العالم الأول أو العالم الأصل من دون سرطان ومن دون هم ومعاناة المهم كلوديا بعد ما وصلت لآدم تقول له إن تجالس تساهم في إعادة دورة الأحداث من أول وجديد وكل اللي سويته ما هو إلا مضيعة وقت البداية هي النهاية والنهاية هي البداية والحل الوحيد يا حبيبي ما هو الحفلة اللي أنت وإيفا عاملينها الحل يروح أمك إنك تمنع موت ابن تانهاوس أو العالم الفيزيائي وزوجته وطفلهم في العالم الثالث أو العالم الأول أو العالم الأصل آدم مصدوم ما كان مصدق إنه السر بيكون في عالم كامل مو مجرد خطأ بسيط في المصفوفة المهم توضح له كلوديا إنه موتهم في ذيك الليلة كسر قلب تانهاوس وحطموا بكل قسوة بل إنه موتهم أعطاه الدافع إنه يصنع آلة السفر عبر الزمن أملا منه في إنه يرجعهم إلى الحياة ولكن لما صنع آلة الزمن وشغلها خلق العالمين اللي نعرفها عالم حواء وعالم آدم أو بطريقة ثانية قسم العالم الأصل إلى قسمين منفصلين بأزمنتهم وشخصياتهم وأحداثهم طيب حلوين خلونا نتكلم عن العالمين هذولي على السريع عشان نفهم الآلية اللي حاصلة فيه العالم الأول هو عالم آدم وهو اللي عرفناه من بداية المسلسل العالم اللي فيه مارثة حبيبة يونس وميك كيلي اللي سافر عبر الزمن وينتحر لاحقا وأولريش يدخل فيه المصاحة النفسية بلا 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 أما العالم الثاني هو عالم إيفا أو عالم حواء أو عالم مارثة وهو نفس العالم الأول ولكن بدون وجود يونس نهائيا وبرضو الأشياء في عالم إيفا معكوسة كأنها انعكاس مراية حتى يمكن لاحظتم أحيانا بعض الأشياء تيجي في اليمين بدل من اليسار زي غرف النوم وغرف التحكم في مصنع الطاقة النووية وغير من الأشياء حتى يمكن لاحظتم الشرخة اللي فيه فم ابن مارثة تيجي مرة يمين وأحيان يسار حسب العالم اللي هو موجود فيه برضو فيه أشياء غريبة عن اللي عرفناها في عالم يونس أو عالم آدم في عالم إيفا فرانسيسكا فيه صماء وأختها إليزابيث تتكلم وصديقنا تور بدل معينه مفقوعة صارت يده مقطوعة وبدل ما فيه يونس لابس الأصفر ويستعد للسفر عبر الزمن نلاقي مارثة لابس الأصفر تستعد للسفر عبر الزمن بدورها برضو أولريش يحب هانا ومنفصل عن زوجته وأبنائه في هذا العالم وبرضو بدل ما يسافر عبر الزمن وينحبس في المصحة النفسية يسافر عبر الزمن ولكنه يموت مقتول بواسطة هيلغا الشاي حتى هيلغا نفس الشاي بدل ما إذنه مشوهة صار وجهه مشوه وعينه تقريبا ممسوحة الزبدة يا جماعة أنه العالمين متشابهين في الشخصيات مع اختلاف بعض التفاصيل من ضمنها عدم وجود يونس في عالم إيفا وكلا العالمين مليانة صراعات ومعاناة وحقد وحسد وغل وكره وجرائم وكل شيء سيء في الحياة وعشان كذا برضو اسم المسلسل دارك ظلام ظلمة سواد قرفوا 60 ألف نيلة المهم نرجع لموضوعنا قلنا إنه قالت كلوديا الآدم إنه الحل الوحيد عشان تنهي هذه الحلقة التعيسة المستمرة واللي دائما تنتهي وتبدأ من جديد بنفس الموال ونفس التعاسى ونفس المعاناة إنه لازم ينقذ ابن تان هاوس وزوجته وطفلهم من الموت المحتوم في العالم الأول أو العالم الأصل وإذا أنقذتهم ونجحت 100% في إنقاذهم في هذه اللحظة راح تتلاشى فكرة تان هاوس أو الدافع أو المحرك الرئيسي اللي خلاه يصنع آلة السفر عبر الزمن من الأصل وفي هذه اللحظة برضو راح تتلاشى أنت ومارثا وكلوديا وتنتهي العالمين المظلمة والتعيسة إلى الأبد وبالفعل سافر آدم مرة ثانية لنفس النقطة اللي قتل فيها مارثا وأخذ يونس وعلمها الحل ينطلق يونس ويخطف مارثا في مشهد جدا رائع ويروحون للكهف قبل ما تنفتح بوابة الأزمنة ويسافرون للسنة واليوم اللي يموت فيه ابن تان هاوس وعائلته ويمنعوه من الموت وللأمانة يا جماعة في اللحظة اللي ظهروا فيها وسط الطريق وخلوا السيارة تخرج عن المسار توقعت أنه ما في فائدة وهذا الحل ما راح ينفع ورح يكونوا هما السبب في قتل ابن تان هاوس ورح يكونوا هما السبب في استمرار العالمين ولكن أشواء ما حصل كذا لأنه لو حصل كذا ما أدري المسلسل بيت لغوص أكثر وأكثر المهم وقفوه فعلا وتكلموا معاه وقالوا له أن الجسر مغلق وفي حادثة هناك مفروض ما يروح وكاد أن يسحب عليهم ويروح لولا إن يونس استخدم الجملة اللي قالها تاون هاوس لابنه اللي نعرفه مجرد قطرة واللي ما نعرفه عبارة عن محيط وبالفعل منعوه من أنه يروح لموته وقرر لاحقا أنه يرجع لأبوه في هذه اللحظة نجح يونس ومارثا في إنقاذ العالم الأصل وإغلاق الحلقة الزمنية المستمرة وشيئا فشيء يتلاشى العالمين وتتلاشى مارثا بكل نسخها ويتلاشى يونس برضو بكافة نسخه وتتلاشى كلوديا العجوزة وتتلاشى قلوبنا مع مقولة يونس الأخيرة نحن نشكل ثنائيا مثاليا الله يا قليل الأدب هذي عمت وقال لك ثنائي مثالي واو قم قم بس انهي الفيديو انت حتى مستخصر تشرح لأنا باقي الأحداث أوكي أنا آسف بعدها ينتهي المسلسل بمشهد تقريبا هو المشهد الوحيد اللي شفنا فيه بشر سعيدين ومسوطين وطبيعيين تقريبا والواقع هنا مختلف تماما كترينا ما هي متزوجة لسه هانا متزوجة من تورب وحاملة منه وتورب عنده جرح بسيط في عينه وبيتر متزوج حبيبه المتحول جنسيا ريجينا عايشة طبيعي وما عندها سرطان ومبسوطة الزبدا المشهد مليان ألوان عكس المشاهد اللي شفناها في العالمين المنفصلة مظلمة وتعيسة فجأة تنطفي الكهرباء وهانا تبدأ تشرح لنا فلسفة الموت والتجرد من المشاعر والعودة إلى الظلام والعدم بحجة أن جاتها رؤية مسبقة أو ديجافو في لحظة انطفاء الكهرب وكأنها تحكي نهاية عالم آدم وعالم حواء والصراع اللي بينهم بالمختصر وأخيرا تريح مسامعنا وتقول أن الموت هو نهاية كل شيء تجرد من التعاسى تجرد من الحقد من الكره من الحزن تجرد من كل شيء تماما والوصف اللي قالته هو الوصف الحرفي للجنة في نظر آدم جنة آدم هي العدم لا شيء لا مشاعر لا أحاسيس لا هم ولا غم فقط لا شيء على الإطلاق وترجع الكهرباء فجأة وتقول هانا إنها ناوية تسمي الطفل اللي في بطنها يونس interesting وينتهي واحد من أعظم المسلسلات الخيالية وتتحول الظلمة dark إلى حياة سعيدة وطبيعية أعتدرون أن الموسم الثالث إلى تاريخ هذا الفيديو تقييم حلقاته كلها فوق التسعة من عشرة والحلقتين الأخيرة تقييمهم 9.9 من عشرة يستهلون صراحة موسم نهائي جدا رائع يا جماعة أنا ما أدري أمدح نتفليكس ولا أمدح الألمان أو اللي كتبوا المسلسل أو الممثلين أو أمدح مين بالضبط صراحة المسلسل هذا أعطاني شعور جدا نادر وتجربة ما أتوقع أنها ممكن تتكرر بسهولة من بناء الشخصيات لبناء القصة للدقة الفضيعة في أصغر التفاصيل في هذه العالمين غير الإبداع الحاصل في انتقاء الممثلين وتشابههم المرعب من بعضهم البعض واللي خلنا نكون صورة شبه حقيقية عن أشكال أبطال المسلسل في مراحل عمرية مختلفة يونس الصغير ويونس الشاب والتشابه المرعب اللي بينهم ولا كأنهم ممثلين مختلفين مارثة بنسخها الثلاثة أبناء مارثة ويونس بنسخهم الثلاثة نوحة الكبير ونوحة الصغير كاترينا وهانا وبارتوس وهلقة معظم الشخصيات حقيقة انتقاءهم لأبطالها بمختلف أعمارهم كان جدا رائع حتى التمثيل نادر ما تلاقي عليه أي ملاحظات لا من كبير ولا من صغير لا من صم ولا من بكم لا من عمي ولا من مبصرين وصحيح في بعض العيوب والفجوات البسيطة في القصة والأسئلة اللي ما لها إجابة واضحة ولكن للأمانة هالشيء ما يقلل من قيمة المسلسل الحقيقية ورح يظل واحد من أجمل المسلسلات اللي تابعتها في حياتي ورح أضيفه لقائمة رح أخليك تتابعه غصبا عنك هتلاقيني كذا في وقع رأسك دارك دارك تابع دارك لين تتابعه فيب شكرا نتفليكس شكرا ألمانيا شكرا لطاقم العمل العظيم قصة إخراج سينما فوتوغرافي مؤثرات بصرية موسيقى تصويرية بناء العوالم والشخصيات كل شيء مثالي للأمانة ويسعدني من هذا المنبر البسيط أن أعطي هذا المسلسل العلامة الكاملة عشرة من عشرة إذا عندكم أي تفاصيل إضافية أو نقاط معينة حابين توضحوها في التعليقات يسعدني قراءتها والاطلاع عليها سواء إيجابيات سلبيات نظريات تحريات عسل تحريات مياو أي شيء شاركوا معنا في التعليقات وبرضو عندي لكم رابط جميل نشره نيتفليكس يوضح فيه شجرة العائلة الخاصة لأبطال المسلسل في العالمين راح أترك لكم في الوصف رابط تفاعلي كذا يعني يظهر لك شجرة العائلة كاملة وتقدر تختار الشخصية التي تبقى تتعرف عليها يا شوفوا لا يفوتكم اشتغلنا الجوال من اللابتوب من أي مكان إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة في حال ما كنتم مشترك وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول والأهم من هذا كله لا تنسى تضغط زر الإعجاب عشان يوصل الفيديو لأكبر عدد من المتابعين يعطيكم العافية كان معكم الوجيه يمان الله